السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوات أخواتي بخير أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتم تشاهدون الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو اليوم مجيس سنتقسم السماك السردين بطريقة زوينة بسيطة جديدة خميرة الخبز كيف مجتمعي في الفيديو كما قدت لكم بطريقة بطريقة زوينة زوينة يجي مقرمش لديد وسريح تحضرني نتمنى أنه يجبكم فيديو اليوم كيف مالعادة قبل ما نبديو فيديو منصر الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كذلك أخواتي لا تنسوا ليش بوحد اللايك على الفيديو وأنتم تتفرجوا ويليك تجداد والأول مرة تشاهدوا هذا الفيديو نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم اشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تصلوا بكل ما هو جديد فنبديو الويديو دينا بسم الله على بركة الله ندوزو الطريقة والمقادر فبسم الله على بركة الله كيفما كاتلاحظو عندي واحد الكيميا دي السمك السردين كيفما كاتلاحظو بالنسبة الكيميا أنا عندي كيلو وكل واحد يستعمل الكيميا طيب أعلى حسب قناتيك بقية السمك السمك السردين ما هنا مفرق سفيه يمكنه اضفت ايضا نصف معلقة صغيرة ديال كامون البلدي معلقة ديال الخلي لكان عندكم الحامض غايكم الاحسن امرافضل انا صراحة ما نتوفرش عندي ايضا تقريبا ربعات المعلاق من زيت الزيتون سوف نخلط مزيان ووضع السمك من بعد مقتر ونقيته بطبيعة الحال ونخلطه مزيان ونخلي التوابل اول حاجة نخلطه بحلقة ونبعد نلسقه واحدة مع واحدة ونخلي وقدما خليناه قدمك يجينا سردين ديالنا زوين وبنين اي نوع ديال الحوت ماشي سردين اي نوع ديال الحوت يعني درتول الشرمولة او تتبيلا وخليته كي طول فيها عطيبته ركيجي زوين صفيانتو من بعد ما كان ننهاكو كنلسق واحدة مع واحدة بحلقة ممكن نشيف واحدة اللي تجيني مع واحدة وغدي نخليه المهم حتى غدي نبغي ان شاء الله نقليه وعاد غدي ندوزل النفاش بغيت ننقليه مهم خليه وان المتاكدير لساعة ساعة وزيادة مهم حتى بغيت نحضر نحط الغضاء وعاد دوست باش غدي نقليه ان شاء الله نفس التوابل اللي زي استخدمت الشرمولة او تتبيلا دي الحوت غدي نوضع ايضا رس معلقة دي الابزار رشيشة دي الملحة اللي كتبقى على حسب الضوغ تقريبا نص معلقة دي سكين جبير نص معلقة دي الخرقو من البلدي ايضا نص معلقة دي التحميره او الفلفل حمره ومن بعد غدي نضيف توماء بودر بالنسبة الاخواتي اللي كانت عندكم توماء حبوب فحبكوا ايضا واحد جدريسين دي التوماء وشرملوا بهم الحوت ديالكم فانا ممتوفر انش عندي استعملت هنا غير توماء بودر هيا اللي استعملت هنا ايضا ايضا غدي ندير تقريبا معلقة ديال من بلوس او البقدونس من بعد ما نقيته وقطعته بضبط الحل من بعد غدي نزيد كاس ديال الدقيق كاس تقريبا مع كاس ديال العلبة ديال الدقيق مهم مقادره مضبوطين انا بنسبل هذا المقادر هادو او هاد الكيميه هادى كنديرها في كيلو ديال الحوت يعني في كيلو ديال السردين ايضا غدي نستخدم واحد لدى حبة من البيض وغدي ندير تقريبا كاس قلاروب مهم نقدر انني ندخل في الول درت كاس قلاروب ومن بعد ازدو حد الكيميه قليلة مهم دخلت كاس ديال الماء في كاس ديال الدقيق متقدرون انتم ماء ندخلو غير كاس قلاروب على حسب كاس فقا على حسب النوعية ديال الدقيق من بعد الخميرة ديال الخبز او الخميرة الفوريه كيف ما كتلاحظو معي ضروري منها واحد المعلقة الصغيرة كنديروها صفي وكنبقوا نزيدو الماء بتتدريج وحنا كنخلطو مزيان بالخلاط اليداوي بعد طريقه وانا كنزيد الماء غادي نزيد تقريبا مع 4 كاس مهم كاس اللي عامر مزيان ديال الماء اللي دخلت انا في كاس ديال الدقيق صفين بعد كنخلطو مزيان حتى كنحصلو على هاد القوام هادا كيف ما كتلاحظو هنا واحد النقطة مهمي اللي اعزيز عليكم الحرور يعني ديرو شوية ديال السودانية او ديرو شوية ديال الهريسة اه الناس اللي اعزيزة الحرور انا الصراحة على حسب الوليداس ما كيبغيوش ياخدو ديال الحرور لكش علاش مادرتوش مهم اللي ما عندوش الوليداس وكيبغي الحرور ديرو شوية ديال السودانية او الهريسة صافي هنا يام بعد ما خلطت مزيان حتى ما كيبقوا من ناشتك الحبيبات ديال الدقيق مباشرة كندوزون قلب انتم ما كناخدو السمك ديالنا يعني كيكون وحدة مع وحدة يعني كيكون مسجد صافي كنهزوه كنديرو فذك الخلطة وكنحطوه مباشرة في المقلات بالنسبة لنار تكون نار متوسطة ما تكونش نار عالي وما تكونش كذلك نار اللي منخافضة صافي بعد ما كيطيل ويتحمر كنقلبوه على الجهة ثانية بهالطريقة هذي كيجي صار حازوين بزبط طريقة هذي غيجربوها وردوه بالنسبة للناس اللي عمرهم او ردو اليافليكو مانطق بالنسبة للناس اللي عمرهم جربوها جربوه وردو عليها طريقة زوينة بزيف وكيجي لديد بها صراحة صافي هنا من بعد ما تحمر على الجهة او بعد ما طاب السمك او السردين دينا غادي نحيدو بوحد صفايا بحالكة وغادي نديروه ايضا في واحد الورق ديال المطبخ ضروري منو مش مكيبقاش يعني السمك ديالنا في الزيت كي يسقطر في ذاك الورق ديال المطبخ من بعد بنفس الطريقة كنحط الكيمياء ديال السمك كنخليها ايضا حتى كي يتحمر كيف ما كتلاحظو ومن بعد كنقلبوه ويبطريقة واضحة نتمنى حتى طريقة تشرح تكون واضحة نتمنى ايضا انكم تجربو هالطريقة هادي وطردو عليها كيجاتكم صافي هنا بعد ما تحمرو بنفس الطريقة كنحيدو هم انتوما كيجو صراحة مقرمشين نراها غير عندي الصداع في المطبخ ديالش مخليتلكمش الصوت كنحادي السمك ديالي وحد القرمش رائعة جدا كيف ما كبلكم ما راه غير صداع صراحة في المطبخ ديالش مخليش الصوت يعني ديالفيديو المهم بخوة اخواتي هادو وشكي لنهائي ديال السمك ديالنا بهاد الخلطة السحرية كيجي رائع جدا فانتمنى انكم تجربو وطردو عليها فغيمو زوين بالسف كيستحق الشريبة ايضا ما تنسوش ما تنسوش اللي اعجبكم ونجبتكم موصفات بارتاجي بها مع اخوتكم اصحابكم مع قعد الناس اللي كتعرفوا فضلا وليس امرا طبعا الحالي لكتو جداد والأول مرة كتشاهدوا الفيديو لكتشاهدوا القناة كنقلكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم ما عليكم غتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقى توصلوا بكل ما هو جديد ايضا ما تبخلوش ايضا ما تبخلوش اللي لايكات ديالكم تعرفكم زوينة المحفزة كيفما كنقلكم دايما فاش كنقراليكم وانضغ ديالكم فاش كنشوف تعالي يعني التعاليق ولي لايك ديالكم كان فرح بزاف وكانت تحفز وكانتشجع اناني نبغت اجي معاكم وصفات جداد مهم شوفوا معي هنا بعد محليتها كي تجي مقر مشين صراحتان بنين بزاف سمك بها الطريقة او السردين بها الطريقة كي يجي بنين بزاف وضروري فاش كي يكون عدنا السردين ضروري ملقى تاني ضروري يعني من اللوبيا ولي عد السفلة بيصارارة ضروري مع السمك ديال السردين مهم كنت هنا يدرت شوية ديال اللوبيا كيفما تلاحظوا معايا بالنسبة اللوبيا راح ديجا كنت اختار جيتها معاكم اللي بغي يشوف طريقة ديالها سهلة بسيطة كي تجير مريقة ديالة ملبنة كيفما تشوفوا معايا والديدة فغادي تلقاوا ان شاء الله في القناة تكتبوا غير تحضير اللوبيا منوعة ترجاء وغادي تلعلكم ان شاء الله فيديو ديالي فاخوت اخواتي دا بغا نقول لكم مع السلامة مع فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله